كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة أول أيام العام الهجري الجديد 1445 هجرية وطبعاً النهاردة المسلمين في كل مكان في الأرض بيحتفلوا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد كل سنة وحضراتكم طيبين ربنا يدي معانينا دايماً نعمة الأعياد والمناسبات الروحانية يعني 1445 عام هجري جديد يارب يكون عام رخاء ويسعادة على كل الأمة العربية والإسلامية إزاي نحتفل بهذه المناسبة الكريمة وزاي كمان نستقبل العام الهجري الجديد ده اللي هنعرفه من ضفنا العزيز اللي من عورنا فيها الستوديو الشيخ سيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح الخير يا شيخ سيد الصباح النور يا فندم أهلاً وسهلاً ومرحباً أهلاً وسهلاً مرحباً كل عام والعربية والإسلامية بخير وصحة وسعادة وربنا سبحانه وتعالى يجعل مصرنا أمناً أمناً سلماً سلاماً سخاءً رخاءً وسائر بلاد العالمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب طيب لما نيجي نقول عايزين نبتدي أول يوم في العام الهجري الجديد بأكتر الأعمال المستحبة في هذا اليوم علشان ربنا يكرمنا على مدار السنة إن شاء الله بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال لعليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها يا ربنا الفرج والبركة والتيسير وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله هدات الإسلام وأصحابه الأعلام وسلم تسليما كثيرا وبعد ونحن في أول يوم من أيام السنة الهجرية الجديدة عوزين نعرف أن أهم حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى القلب السليم صحيح ربنا سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى قلوب صافية لذلك ربنا يقول إلا من أتى الله بقلب سليم وحضرة سيدنا النبي علمنا ألا إن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب طيب عشان أسمو بالقلب وأسمو بالروح وأسمو بالنفس وأسمو بحياتي كلها لازم أقرب من ربنا سبحانه وتعالى وأنا في بداية سنة جديدة بحمد ربنا سبحانه وتعالى إن وفقني لاستقبال سنة هجرية جديدة لأن الإنسان عبارة عن وقت سيدنا الحسن البصري كذا كان يقول الإنسان عبارة عن جزء من الوقت إذا انتهى منه جزء انتهى منه بعضه يعني الإنسان عبارة عن شوية أيام كذا كل ما يوم يعد عليك ده ترتيب مش تصاعدي ده ترتيب تنازلي لحياتي أنا صحيح فالطبيعي أنا لازم يكون مش عدي اللي جاي أحسنت الله يفتع على حضرتك بس الطبيعي كل يوم يعد علي لازم أقرب فيه من ربنا سبحانه وتعالى لذلك حتى اليوم بنادي علي ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي عليك يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني يبقى لازم أستثمره اغتنمني استغلني فإني لا أعود إلى يوم الدين فالواجب علي وأنا في بداية سنة جديدة عوزة رتب أوضاعي مع الله سبحانه وتعالى عوزة رتب فكري مع الله سبحانه وتعالى عوزة رتب حياتي للأفضل مع الله سبحانه وتعالى عشر ربنا خلقني في الدنيا وقال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فالواجب علي أننا تمتع بالله ربنا سبحانه وتعالى أعده لي في هذه الحياة مش مجرد بس أننا عايش وخلاص لا أنا ربنا خلقني لحاجات كثيرة منها العبادة منها تعمير الكون منها التزكية والسمو بالنفس والأخلاق والتعامل مع الناس ربنا جعلني خليفة له سبحانه وتعالى في أرضه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فالواجب علي أعمر الدنيا باللي ربنا سبحانه وتعالى أعد لي طب في بداية السنة لازم أكثر من التوبة والاستغفار عشان ربنا بحب الناس اللي بتتوب إليه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وعند الإمام مسلم أكثر من مئة مرة تحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بعمل ده عشان يعلمني يعني التوبة يعني الاستغفار يعني إما أعمل ذنب أو معصية إن أنا أرجع لربنا سبحانه وتعالى لذلك لما سئل سيدنا أبو بكر عن أفضل آية في القرآن أو أرجع آية في القرآن يعني آية تفتح الحب كده للعبد قال قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم شفت رحمة ربنا أو أستاذنا ربنا أنا بعصاه وبيقول لي برضو أنت عبدي أنت حبيبي قل يا عبادي الطبيعي إن واحد عاصي إنه يقول له قل يا أيها العاصي واحد مذنب هيقول له مذنب إنما أنا بعصاه وهو بقول لي أنت عبدي بيتودد إليه ده أسلوب تودد ودي أكبر ترجمة حرفية إن ربك رب قلوب وإن الله غفور رحيم خلينا نعرف من حضرتك ونحن يعني على بشارف أو خلص بالفعل دخلنا في عام هجري جديد والبعض هنا يحلل ويحر الاحتفال بهذا العيد وهو رأس السنة الهجري هل يجوز لنا أن نحتفل بهذه المناسبة الغالية على الكثير من المسلمين إن لم يكن كل المسلمين والأمة العربية والإسلامية في العالم أجمع وهل بالفعل في ناس اتبعت التقويم الهجري بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام طيب عشان ناخدها من الأول كده ناخد بس بداية التقويم الهجري لأن التقويم الهجري ما كانش معمول في عهد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مش اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التقويم الهجري ابتدئ في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاء يعني بعد حضرة سيدنا النبي وانتقاله الشريف وبعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاء وجات خلافة سيدنا عمر اللي هي كانت عبارة عن عشر سنين وست شهور واربعة أيام دي مدة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب طيب سيدنا عمر مش اخترع او ابتدع لا ده سن سنة لان سيدنا النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد طيب عمل سنة في الدين اسمها التقويم الهجري بمعنى عمل تقويم عمل كالندر كده هول المسلمين مخصوص اللي هو الهجري ان احنا هنتبع تقويم هجري طيب يا سيدنا عمر طيب هنبتدي من امتى قال من هجرة رسول الله من مكة الى المدينة وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة الى المدينة وحضرة سيدنا النبي عنده 53 سنة يعني حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الاربعين وعاش في مكة بعد البعثة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات اجمالي حياة حضرة سيدنا النبي 63 سنة طيب امتى سيدنا عمر قالها نعملها بعد هجرة سيدنا النبي طيب ليه بعد الهجرة لأن سيدنا عمر قال إن الهجرة كانت فتحا للإسلام والمسلمين نظرته إن سيدنا النبي رح عمل دولة أنشأ دنيا جديدة صلى الله عليه وسلم أقام دين صلى الله عليه وسلم من هنا ابتدأت الرحمة لكل العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم طيب سيدنا عمر ألها نجمع المسلمين طيب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في محرم عشان هنبتدي السنة الجديدة في محرم ما احنا هو أول يوم النهاردة لا سيدنا النبي ما هاجرش في محرم الله مالسه هاجر امتى سيدنا النبي هاجر في ربيع معقول في ربيع مدة هجرت سيدنا النبي كانت سبعة أيام طيب ليه عملها في محرم سيدنا عمر اجتمع مع صحابة وقال لهم عاوزين نبدأ السنة بعد آخر ركن من أركان الدين اللي هو الحج وهو ربنا قال الحج وأشهره بمعلومات اللي هي شوال ذو القعدة العشر الأول من ذي الحجة أو شهر ذي الحجة فسيدنا عمر قال عاوزين بعد اجتماع المسلمين لأن كل المسلمين بيجتمعوا على الركن ده كان مقر الخليفة في مدينة حضرة سيدنا النبي وكان بيكون موجود في الحج فالطبيعي كل الناس بتكون موجودين معاه فقال احنا نقعد مع بعض وبعد كده يكون بداية للسنة الجديدة فسيدنا عمر أشعر على المسلمين واتفقوا أن بداية السنة هتكون في شهر الله محرم أهو يبقى ده سيدنا عمر سن سن أهو طيب تقويم قمري فيه فرق بين تقويم شمسي وتقويم قمري الشهر الشمسية اللي احنا عارفينها كلنا اللي هي كنون ونسان والكلام ده كله اللي هي يناير فبراير مارس أبريل وما إلى ذلك طيب فيه فرق بين الشمسي والقمري الفرق في الحساب شوية في عدد الأيام بتختلف السنة فرق فلكي إلى حد ما بتفترق في الأيام بمعنى السنة الهجرية أو السنة القمرية قال لي من السنة الشمسية بعشرة أيام 11 يوم 12 يوم يعني كل 33 سنة يكون فيه فرق سنة بين السنة القمرية والسنة الشمسية فإحنا بناخد من دي بقى عشان الناس اللي عندهم زكاة إحنا بنحسب على السنة القمرية وكذلك الزروع والسمار على السنة القمرية طيب اللي بتكلمه ده اسمه تقويم للمسلمين طيب بمعنى المسلمين ما بياخدوش بالحاجات التانية لا إحنا عايشين بيها وبناخد بيها وبنتعامل بيها طيب وده اللي عمله سيدنا عمر جعله خاص للمسلمين طيب هو سيدنا عمر عمل حاجة دي ليه قاله لأنه شاف أن هجرة سيدنا النبي كانت فتح ونصرة للإسلام والمسلمين لذلك يقول كده هو هجرته كانت فتحا صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر حبي ذكرنا بهجرة حضرة سيدنا النبي لأن الهجرة فيها دروس وعبر كتيرة لأمة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام وبناء على ذلك الاحتفال حلال بناء على كده نحن نحتفي بمعنى بمعنى أننا مثلا نتذكر هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده من الدين ده من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقعد أحنا أولادنا كده هو نفتكر هو سيدنا النبي إزاي تعب عشان يوصل لنا الرسالة إزاي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل الناس لما أجي عند الهجرة كده هو قلت لحضرتك النبي بعث على رأس الأربعين عاش 13 سنة في مكة 13 سنة دول كانوا تعب كانوا معاناة كانوا مش عاوز أقول كان عذاب لحضرة سيدنا النبي لأن سيدنا النبي كان محب برضو سيدنا النبي كان محب حتى للمشركين اللي بعدوه صلى الله عليه وسلم ده حتى في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيأذوه ما كانش بدع عليهم. زي ما كتير من الناس لما حد يأذيها ولا يزعلها تعد تدع عليه. لا 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 ده سيدنا النبي قال إني لما أبعث لعانا صلى الله عليه وسلم لذلك كان يقول اللهم ماهدي قومي فإنهم لا يعلمون. طيب في هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. الناس تعمل إيه؟ تصوم تقرى قرآن تعمل إيه؟ عشان مدرنا ديه واحدة على الموجة فاضل ديه واحدة. طيب الناس تقرب من ربنا سبحانه وتعالى نصوم نصلي على حضرة سيدنا النبي. ندعي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا على سنة سيدنا رسول الله. ويتوفنا على ملة رسول الله. وأن يشملنا بشفاعة سيدنا رسول الله. ده اللي احنا عوزين نعمله. نتقرب من بعض. نصلح ما بيننا. نصل الأرحام. زي ما قال سيدنا النبي أول يوم دخل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام وهي دي وصيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو احنا طمانين في أقل من عشر ثواني دعاء نختم بالحالة هذا هو الفقر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسيلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم فرج اللهم معنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبت يا ربنا بفضلك أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مقصرين ولا مفرطين وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين اللهم احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا اللهم اشملنا بشفاعته وانفعنا بسنته وتوفنا على ملتها اللهم كما أمننا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم اهدي لنا شبابنا ورب لنا أولادنا واجعل البركة في بيوتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا كرة أعين واجعلنا المتقين أمان الله آمين يا ربنا في شاحسن من دعائي نتبارك به في بداية سنة جديدة 1445 هجرية كل سنة وحضرتك طيب وكل المسلمين في شتى بقاع الأرض بيخير ويمن ويبركات نشكر حضرتك الشيخ سيد عرف عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكتروني شكرا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك